بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ظل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مهم جدا هو متن الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى لكن قبل أن نبدأ بهذا المتن المبارك لابد من معرفة أمور أولا لماذا ندرس هذا المتن المبارك لماذا ندرس الدروس المهمة لأنها مهمة قد يقول قائل نعم هذه الدروس المهمة مهمة لكن مهمة لعامة الأمة وأنا لست من عامة الأمة لأن هناك بعض الطلاب هدان الله إياهم يعني يتكبر على العلم والعلماء يقول هي مهمة لكن لعامة الأمة وأنا لست من عامة الأمة نقول له لا إشكال في هذا نسألك عما في هذه الدروس من شروط لا إله إلا الله وشروط الصلاة واركان الصلاة واجبات الصلاة سنن الصلاة مبتلات الصلاة شروط الوضوء فروض الوضوء نواقض الوضوء إذا أجاب الحمد لله نقول ارتقي مرتبة بعد هذا لكن إن لم يجب نقول لا يمكن أن تتكبر على العلم والعلماء لا بد أن تسير على النهج والطريق الذي خط للعلماء حتى تصل إلى ما وصل إليه العلماء فهذا أمر مهم جدا وهذه الدروس المهمة على ما سماها المؤلف رحمه الله تعالى هي مهمة نعم محتوى هذا المتنى المبارك هذا المتنى المبارك يحتوي على طريقة السلف في حفظ ودراسة القرآن والثاني ما يتعلق بالتوحيد وما يضد التوحيد وهو الشرك والثالث ما يتعلق بالصلاة وثم ما يتعلق بالطهارة ثم ما يتعلق بتجهيز الميت التكفيني والصلاة عليه ثم الأداب والأخلاق الإسلامي هذا المتنى المبارك إذن يحتوي على هذه الأمور وهذه والله مهمة وهذه الرسالة تصلح لأن تدرس في كل دورة وتصلح لكل أحد حتى للمسلم الجديد حتى لغير المسلمين يتعرف ما عليه أهل الإسلام من الآداب والأخلاق ثم فيه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر مهم جدا قبل أن نبدأ في دراسة هذا المتن المبارك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم